مشاهدينا من جديد تحية صباحية لجميع المشاهدين اللي نضمونا في هذه اللحظات نتوقف لنتعرف أكثر على كشافة شعلة القدس هذه الكشافة التي نشطت بشكل كبير في الفترة وفي الآونة الأخيرة من خلال الفعاليات ونشاطات التي أقيمت في منطقة كفر عقب في ظل غياب السيطرة الكاملة من قبل السلطة الفلسطينية بتلك المنطقة بالتحديد ومنذ بدء جائحة كورونا نتعرف على الفعاليات ونشاطات وعلى هذه الكشافة مع ضيوفنا في الأستوديو يحيى أبو شلبك قائد كشافة يسعد صباحك يسعد صباحك وصباحك وأيضا تنضم إلينا نرمين الدجاني قائدات كشافة في كشافة شعلة القدس يسعد صباحك نرمين يسعد صباحك كيف أصبحتوا؟ الحمد لله أهلا وسهلا فيكم يمكن نبدأ من عندك يحيى ونبدأ من البدايات ونبدأ نتعرف على الكشافة بشكل أكبر كشافة شعلة القدس منذ نشأتها وتأسيسها لحديت اليوم قبل أن نخود بالفعاليات بشكل أكبر هلا بداية إحنا في منطقة كفراقة في ظل غياب السلطات الإسرائيلية لأن هي منطقة كوتستيعب على السلطات الإسرائيلية وفي ظل غياب السلطة الفلسطينية فإحنا مجموعة شباب أسسنا جمعية جمعية ساميرا ميسكو فراقة بالخيرية عساس أنه تكون إشي رسمي نقدر نخوط فيها في المنطقة نقدر نحسن من المنطقة فبلشت الجمعية بلشنا نساوي فيها نشاطات كتيرة من ضمنها اللي هي مجموعة الكشافة اللي هي اليوم أكبر نشاط في الجمعية هلا أسسنا المجموعة الكشفية في سنة 2015 وبلشنا فيها من البدايات ونضم أعضوع من المنطقة الولاد المنطقة الأطفال في المنطقة عساس أنه يتربى جيل نظيف في ظل المنطقة اللي هي موجودة فبعد هيك إحنا صرنا ننافس إذا بنا نحكي من ناحية مجموعة كشفية ننافس على مستوى فلسطين ومستوى الكوتس في المجموعات اللي إلها سنين على الساحة بحكم إنه إحنا اشتغلنا منيعة أساس أنه نطور من حالنا على هذه بداية المجموعة الكشفية والحمد لله اليوم بتضم أكتر من 200 عضو كشفي من أشبال وزهرات ومنجدات ومرشدات اللي هون نحكي الذكور والإناث في كافة الأعمار جميل يعني 200 شخص أنتم حالياً في الكشفة تقريباً نرمين بدنا نحكي عن الفعاليات مقبل رائحة كورونا اللي كنتوا بتتميزوا من خلالها كنتوا بتنافسوا الفرق الكشفية الأخرى اللي موجودة فلسطينياً طبعاً هلأ إحنا بالبداية بالمجموعة الكشفية بنتميز بالتدريبات الميدانية اللي هي بتكون تدريبات عسكرية بتتم إعطائها للشخص اللي بيكون منضم إنا للمجموعة أنه منعمل على تقويته من خلال العسكرة من خلال الشخصية من خلال الثقة من خلال روح التطوى والمعطال اللي بدي يعطيها للشخص اللي بتكون قدامه بعدها بخطوة أمامية منصر نعطي للشخص أنه يتدرب موسيقي له بيكون أنه حامل آلة موسيقية اللي هي بتكون تتعدد بالأسماء من خلال الدرامز إيراب أو إيراب أو الترامبيتات فبكون كل شخص حامل عدة كأنها بتكون رفيقة لإله فبكون في عنده الحب والمعطال فهو بيكون منهم بدايته بأنه يمشي زي خطوة كتير أمامية وخطوة كتير كبيرة فكانت بدايتهم أنهم حبهم من المكان من الإشي هول اللي خلاهم أنهم يتميزوا ويصيروا يبينوا مش بس كمجتمع داخلي حتى كمان لقدام دولي وعالمي شو احتياجاتكم نرمين كفرق وكأعضاء كفتيات وكشباب بهذه الفرقة بالمنطقة اللي انتم موجودين فيها على خصوصية المنطقة كفرعقب أكيد هو أول إشي أنه الشخص لما بده يروح لهيك مكان لازم يكون متواجد عنده الروحة فالإشي الرئيس اللي بده للشخص يكون محتاجه هو المكان أنه يكون عنده الروحة ثقة أنه الشخص ما له أنه فيه الأخوة والمحبة أنه أنت رايح لهناك وأنه عارف أنه فيه ثقة أنك تتواجد فيها أكيد لكل فرقة أو لكل مجموعة فيه احتياجات عامة بتكون من خلال بيحتاج زي جانب مادي زي جانب عدة من جانب أنه برضو علاقات نقدر نحكيها أنه علاقات قادة علاقات أعضاء صحبة فبكون الإحتياجات الأكتر هي أنه من ناحية مكان نتواجد فيه زي ما نسميه بيتنا الثاني أنه الشخص لو بده يروح هناك أنه يعرف أنه فيه هناك مكان يوجد له الراحة أكيد بالضبط فكل إحتياجات بتكون من خلال عدة من خلال أعضاء من خلال مكان نتواجد فيه وأكيد الجانب الثاني اللي بقدر كل مجموعة أنها تخليها موجودة جميل طيب يحيى انتلاقا من شعار الكشافة والخدمة المجتمعية اللي دايما بتميز الكشافات الموجودة خاصة فلسطينيا من هالرسالة انطلقتوا بتشكيل لجنة طوارئ وقادات لمتابعة الوضع في منطقة كفر عقب منذ بداية جائحة كورونا منذ شهر ثلاثة يخلينا نحكي كيف كان الوضع وكيف قدرتوا انكم تساعدوا المواطنين كيف قدرتوا انكم تسيطروا بشكل أكبر على الإجراءات والالتزام بالإجراءات والالتزام المواطنين هلا بداية احنا من حد ما أسسنا الجمعية في البداية كنا لجنة طوارئ في المنطقة في أي جائحة بتصير أو أي كارثة بتصير فكان الإشي علينا مش صعب كتير لأنه احنا في الأساس جازين لهذه الجائحة هلا في فترة الكورونا احنا بالتعاون مع بلدية كفر عقب لأنه هي الجهة الرسمية في المنطقة وإحنا الجهة الرسمية الثانية في المنطقة ففي التعاون معنا احنا أول إشي استقطبنا مطوعين جداد من المنطقة في حكم انه الكل كان معيد فيش أشغال فيش أي شيء فكان سهل انك تجيب مطوعين كتير فاستقطبنا مطوعين بشكل كتير كبير تحت شعاراتنا احنا وتحت غطاءنا نحكي القانوني والرسمي وتم تدريبهم ومتوزيعهم على عدة لجان منها الإسعافية منها الطبية منها الإخلاق منها التعقيم منها الدعم اللوجستي وهي الأمور هلا بعد هيك احنا صرنا بالتعاون مع الطب الوقائي الفلسطيني في ظل انه غياب السلطة الإسرائيلية في منطقة قدس فكان فيه تواجد كبير للسلطة الفلسطينية طبعا هي مشكورة لتغطيتها لهذه المنطقة بالتعاون مع الطب الوقائي كنا نتواصل مع كل الحالات اللي تكون فيه كانت تقريبا الاربعين حالة في كفر عقاب هذا في بداية الأمر ببداية فكان احنا نتواصل مع الطب الوقائي ناخد أساميهم وعنوينهم نوصل للمنطقة نجيب الطب الوقائي ياخدوا عينات في حالة انهم بدهم معزل أو ينتقلوا لأماكن الحجر كنا ننقلهم مع الطب الوقائي أو مع الهلال الأحمر الفلسطيني كان برضه فيه له تواجد فيه له مركز اسعاف في منطقة كفر عقاب كان يغطي في هاي الأمور كتير كان فيه عليه عبء كبير يعني وبعد هيك تنزل اللي جان اللي احنا فرزناها اللي جان المتقلل التعقيم ينزلوا لعقم المنطقة كاملة اللي هي العمارة أو المسكن أو المحلات وين بيّنت الحالة نرسم زي خارطة صغيرة وين كانوا يتجولوا هذول الناس اللي نضمن أكبر نسبة حماية من الفيروس إنه ينتقل في المنطقة اللي هم كانوا موجودين فيها هذي كانت يعني جزء من عملنا في هاي الفترة شو أبرز الصعوبات نرميني اللي واجهتكم بهاي الفترة وبهذا العمل ضمن الضغط الكبير بحماية كافة المواطنين حماية المصابين إيصال الاحتياجات والالتزامات لإلهم وأيضا حمايتكم على نفسكم وحماية الأعضاء الصعوبات الكبيرة اللي هي الخوف أكيد الشخص برغم أنه بيعطيه بيتطوع بديه يساعد وعنده الحب أنه يخفف العباء المتواجد على منطقته وبلده بيضل عندنا الخوف متواجد أنه أنت لما بدك تروح كيف تكون حامي نفسك كيف أنه بعيد الشرق ده كان الشخص مصاب كيف أنت يكون عندك الحماية أنه أنت ما تصيب حالك وما تصيب حبايبك وبيتك برده كان فيه جانب صعوبات كبيرة أنه ما منقدر أنه برده المنطقة على أنه نضبطهم أنه صح كان فيه أنه إجراءات وكان فيه أنه إحنا نحد منه بس أكيد بكل منطقة كان أنه فيه لاوعي بالرغم أنه الجامعية عندنا والكشافة منقدر نحكي صعوا كتير عملوا كتير أشياء عشان يواعوا الناس يفهموهم أنه أنه هلأ فيه عندنا إجراءات لازم أنه الجميع يتباه على السلامة فكان هو هذا أنه غلط كتير كبير أنه ما كان فيه الوعي الكامل نقدر أن نحكيها بسبب الجهل المتراكم من قبل مش من الجديد لو كان فيه عندنا العلم من قبل والوعي الكافي كما منلاقي الصعوبات هيمتواجدة كما منلاقي الصعوبات أقل وأخف من هيك صح ذكرت نقطة جدا جدا مهمة هي نقطة الوعي وعي المواطن وأديش سهمت بوضع نقطة فاصلة حتى نحب من انتشار هذا الفيروس بالفترة الأولى لكن ماذا بخصوص الفيديوهات التي كانت متداولة بفترة العيد وليلة العيد لانطلاق فرق الكشافة بكفر عقب هذا الدور الذي نافى جميع ما قمتم به ببداية هذه الجائحة كان هناك تجمع كبير للمواطنين في منطقة كفر عقب كان هناك عدم سيطرة أيضا من قبلكم على هذه الفئات بداية الإشي إحنا لحد ما تم إعلان أن هذه الفترة فترة طوارئ وتسكير إحنا كنا مشاركين في تسكير المنطقة مشاركين في توعية الناس مشاركين في أعلميا أن نوعيهم لحد ما إنه قدر ما ننسيطر على المنطقة لما انفكت الأمور الطوارئ أو دولة رئيس الوزراء أعلنت أنه نحكي تخفيف حالة الطوارئ وفتحوا رماله وفتحوا كل المحافظات تقريبا فإحنا كان في دورنا للناس اللي ليلة العيد ما كانت مفتوحة ليلة العيد صار في هيصة بكفر عقب صار في تجمع كبير هلأ كفر عقب من بداية الإشي هي كانت خارج نحكي النطاق النطاق للتسكير النطاق الإغلاق إحنا كنا إنه نشارك بشكل كبير إنه نسكرها بس في ضم إنه في الشي نحكي سلطة تنفيذية أو في ضم إنه كانت السلطة التنفيذية مؤقتة مع وقف التنسيق اللي صار فإحنا كنا نحاول إنه نسكر هلأ إحنا سكرناها في الوقت اللي كان لازم تتسكر فيه هلأ لما الناس تفرط والناس لازم إنها الناس ملت من الأمور هاي إحنا حبينا نشارك الناس في بداية الأمر بالفنوس الرمضاني اللي إحنا سوينا سوينا فنوس رمضاني كان يجول في المنطقة بدون ما يجول مع ناس اللي نحكيها مثلا تقلعد وكان يجول في سيارة اللي يفرح الناس سليم مئة بالمئة بعدها إحنا سوينا الاستعراض الكشفي في ظل إنه الناس بدها إشي اللي يفرحها فإحنا فرحنا الناس كان فيه أمور من التباعد إحنا كان فيه بيننا ككشف إنه التباعد الكمامات اللي نلبسها بس في الشي يعني نحكي ما سيطرنا كتير إنه الناس صارت تتجمع إحنا ما بنقدر يعني بظل إنه وقف نحكي الفيروس أو انتشار الفيروس فإحنا حكينا إنه مش مشكلة إنه الناس مبسطت يعني لكن كان بإمكان إقامة هذا الفرح وإرسال رسالة العيد من قبلكم بطريقة ممكن تكون تباعدية بشكل آخر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الفيديو ويحي ما حكي هالنقطة ممكن هلأ الاستعراض الكشفي اللي تم بالمنطقة كان متبعا أنه إحنا نوصل لكل حارة ولكل زقة أنه الناس ما تتجمع لإلنا بالضبط بالضبط هاي نقطة الرئيسية اللي كنت بدي أحكيها إحنا كانت فكرتنا نفس فكرة الفانوس اللي هي أنه كل بيت كل عائلة أنها تبقى حريصة في منزلها وإحنا نتواجه للبيوت لكل زقة ومن خلال الشبابيك من خلال البيوت بقدر يشوفوا العصر الموسيقي والحفلات البتين من خلال كمان أيضا المهرجين وأيضا الفانوس كمان هو هيك كان هدفنا بس الناس فجأتنا استنتنا في الشوارع هذا من كتر اشتياقهم اشتياقهم للإشجال وفرح طبعهم لأنهما كانوا من جميعا كان زيادة تحيج صح صح وكان في ضغط وكبت للجأة وهو عدم الوعي يعني بالرغم أن إحنا حارسنا وحاولنا أن نفهمهم أنه إحنا رح نجي لكم بس بيتم أنه عدم الوعي وعدم وجود السلطات الصحيحة في المنطقة أنه ما نقدر نضبط للجانب هذا بكل تأكيد يعني يعطيكم ألف عافية على الجهود اللي بدلتوهم منذ بداية الجائحة على حديث اليوم دائما بيكون فيه لبعض من الانتقادات فيه مدى اللهم مساحة لكم صحية وفيه لبس لكن نحن حبينا نوضح هذه الأشكالية اللي تم هناك انتقادها بالفترة والأوينة السابقة في الأيام القادمة كيف من الممكن أن يكون فيه تحضيرات من قبلكم ككشافة لأيضا فرض سيطرتكم وفرض فعلياتكم على منطقة كفر عقب بشكل أو بآخر لكي نستفيد مما مضى ونقدم المزيد لأبناء الوطن هلأ احنا بداية في نحكي في يوم تكريمي لكل الناس اللي اشتغلت في جائحة الكورونا من مطوعين من مؤسسات من فعليات احنا رح نسوي لهم يوم تكريمي كجزء من الشكر لهم هلأ فيما بعد احنا شغالين على نفس وطيرة الكورونا انه المطوعين اللي عندنا احنا رح ندربهم على انه يكون في حالة اي كارث اوجائحة موجود المطوع جهاز مش لسا نقاط نجمع زي المرة الاولى نقاط نجمع مطوعين من مرحلة السفر لا احنا حاطين قاعدة من المطوعين المتدربين على الامور فرز اللي جاء رح نكون برضو رح نوسع عملنا مع المؤسسات نحكي في ظل انه يكون عندنا من كل الان يعني تواجد لكل المؤسسات اللي بتلزمنا في هاي الامور وان شاء الله احنا نكون سهل علينا وان شاء الله تكون في تعاون من كل الاطراف في هاي الامور ان شاء الله نرمين حبضي في اشي قبل نأسألك في كما نقطة رح نشتغل عليها لها زيادة الوعي كمان للاطفال مش بس للامور اللي بتكون هي مناسبة انها تشتغل بهك جانب ففي فكرة اللي هي الجميع رح تعمل فيها هي قامت فيها يعني من قبل بس رح تعمل على استمراريجتها اللي هي دورات اسعاف اولية للامور حتى للصغيرة علشان الشخص كمان لما يكون ببيته يصير ذاكارة جديدة او حدث بالبيت يكون هو جاهز وقادر انه يتفاعل مع هذا الموضوع ويخف من يعني ضغط الموضوع او الكبت اللي بتكون لنا فيه داخل كل منزل صح طيب نرمين كفتاة نحن بنعرف ان المرأة هي نصف المجتمع ولكن نرمين كفتاة وكسيدة هي عم تشتغل بهاي المجموعة هي جزء من هاي المجموعة هي حابة تقدم لوطنها لابناء ووطنها شيء شو اللي ممكن انها هي تقدمها المرأة والفتاة من خلال هاي الفرقة في ظل الكثير من الانتقادات والتنغيصات المجتمعية اللي ممكن انك توجهيها بانضمامك لالفرقة الفتاة بتقدر تقدم كتير جوانب لانه الداخل اللي عندها المعطاب بكون جدا كبير في المجموعة الكشفية عندنا الفتاة عندنا الاعمار من اعمار صغيرة كمان مش فاسة كبيرة ونعود من هما وصغار ان الفتاة قادرة انها تعمل كل اشي فانه اعطاء الثقة واعطاء الشخصية للفتاة من هي وصغيرة انها بتقدر تسوي اي اشي فهي بتكبر باحلامها وطموحاتها بانها تكون مماثلة كالرجال من ناحية كل بكل مجال من ناحية العزف من ناحية العسكر من ناحية وقوفها بكل مكان فهي يعني راح تكون امرأة قادرة وفعالة من خلال الثقة المعطالة لها احنا تنويه بسيط بالنسبة للفتاة احنا كنا من اول المجموعات اللي في القدس اللي دخلنا الفتاة في الامور الكشفية في العزف يعني احنا في فرقة القرب اللي نحكي اذا كنا انك علم عنها اه طبعا فيش ولا مجموعة كان فيها فتاة فتيات تعزف القرب او الالات النحاسية احنا اول المجموعات اللي في القدس دخلنا الفتاة على هاي يعني شاركنا الفتاة مع الشاب الذكر والانتة في امور العزف نحكي او الامور الكشفية عساس انه ما يكون في بينهم اي فروقات اي مشاكل اي اشي حتى كمان من جانب اللي ان العدية بردو الها وزن وثقل فكان في عندنا بردو الالة اللي هي لدرمز الارب وزنها بيجي كتير كبير كانت اول فتاة اللي هي بتحمل درمز الارب من المجموعات المقدسية اللي هي انا كنت بدايتي كان يعني هو الى وزنه و الى مكانته كان الشباب هم القادرين انهم يحملوا هيك عدة فكانت خطوة كبداية لإلنا انه تحمل هيك فتاة وحتى لاحظنا انه كتير مجموعات صارت مقدسية وكشفي ان الفتاة صارت مماثلة للرجل بحملة العدة الموسيقية التقيلة بردو ماشاء الله عنك نرمي شكرا لإلك اهلا وسهلا فيكم رسالة اخيرة بتحبت وجهوها من خلال هذا اللقاء اللي يبدو من عندك ياحيان بداية المطف احنا بنشكر كل واحد شارك في خدمة اهل منطقته خاصة وفي فلسطين عامة نتمنى من الجميع انه يكون في عندهم معي انه يسمعونا يوم احنا نحكي يسمعونا يوم احنا من النفق يعني احنا بنهاي يوم نحكي منحكي لمصلحة الجميع مصلحتهم بالضبط انه يسمعونا يوخدو يفكروا في الموضوع بشكل خاص انه عن مصلحته قبل مصلحة الناس العامة ومنشكر الجميع ومنتمنى انه يكون فيه يعني اه مزيد من النشاطات هاي في في الفترات الجاية ان شاء الله ان شاء الله بظروف احسن ان شاء الله بظروف احسن طبعا ان شاء الله نرمين حبا دي في اشي رسالة الدائمة هي انه فكت بنفسك وبعائلتك قبل ما تشوف المجال اللي قدامك لانه حمايتك لنفسك لبيتك هو مساوي لكل العائلات فحافظ على حالك وحافظ على بيتك رح تلاقي انه الاشي كتير حلو وكتير جميل وبرضو يعني انه مشكر كل الجهة الرسمية ساعدتنا وكان لها العمل معنا انا بدوري وبدور طاقم برنامجهم جديد مننا نتشكر رجولكم معنا نورتونا في هذا اللقاء يحيى ابو شلبك ونرمين الدجاني قائدة في كشافة شعلة القدس يسعد صباحكم نورتونا ويعطيكم الف عافية يعطيك الف عافية شكرا كتير وشاهدين نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لمواصلة باقي محطاتنا وملفاتنا من برنامج يوم جديد لهذا الصباح فقونا